موسيقى ساعة ونصف رد فيها الوزير الأول أحمد أويحيا على أسئلة الصحفيين في لقائه مع واسائل الإعلام الوطنية قدم خلالها حصلت الحكومة لسنة 2017 أويحيا وفي رؤيته لعلاقة الرئاسة بالوزارة الأولى قطع الشك باليقين بين فيه وجود خلاف أو صراع بين الطرفين واصفا ما تناقلته بعض المنابر الإعلامية بأنه كلام لا أساس له من الصحة الوزير الأول يعين الرئيس ما نقدرش نعرف أزمة ما بين الوزير الأول والرئاسة له رئيس لأنه يصبح الأمر موشماشي الرئيس عنده حل جد بسيط ونينهي مهام الوزير له الخروج الإعلامي للوزير الأول حمل توضيحات بشأن حيثيات التعديل الجزئي الآخر للحكومة الذي مس أربع حقائب وزارية التعديل الجزئي أولا اسمح لرئيس الجمهورية عالج ما أراه من أوضاع على مستوى أربع قطاعات وزارية ثانيا جاء كالصفارة على الحاكم المباراة إن هذا التأويل وبالمقابل من كان يحلم بأشياء أخرى جاتوا مفاجأة ناس قال حكومة روح وفلاني روح وكذا أنا ما ندخلش في الأسباب الجزائر التي تراقب ما يدور قرب حدودها من تهديدات أمنية مع تنامي نشاط الجماعات الإرهابية في الساحل أوضح الوزير الأول أن هناك تنسيق إقليميا بين الجزائر ودول الساحل إذا كان نحن مقبلناش نكون طرف داخل الساحل لأسباب دستورية وأخرى وأتعرفها كلكم الآن هناك تنسيق هناك تنسيق كنا لا يقين كنا راح توقع عملية على 3 كيلومترات أو 4 كيلومترات من حدودنا فيه تنسيق عن اتصال مع هذه المؤسسات العسكرية كلها لموجودة في الساحل مع جيشنا أو مع ببيل حكومات مالي نيجري الأخيري مع الحكومة الجزائرية لقاء الوزير الأول مع الصحافة شكل فرصة لعرض الإنجازات المحققة وما هو مرتقب تجسيده مستقبلا مع بداية العد التنازلي لرئاسية 2019 ترجمة نانسي قنقر